موسيقى اخوة زملاء محامي مصر زميلات والزملاء العزاء من الوطن العربي وافريقيا ابناء العزاء من شباب المحامين تحياتي اليكم جميعا اليوم ان شاء الله نلتقي في قائمة كيف تصبح محامي ناجح وسلسلة حلقات هامة جدا في بناء شخصية المحامي الشاب وثقة بنفسه امام المحكمة وذلك في حلقة حول الحضور الايجابي في الجلسة وفي مفهوم حلقتنا اليوم كما تعودنا نقول انه يؤثر في شخصية المحامي الشاب وثقة بنفسه في حضور امام المحكمة ان تكون لديه كما ذكرنا في علاقتنا السابقة ملكة قانونية وشخصية قانونية مميزة وذلك لن يتأتى الا من خلال كما ذكرنا دوما المحك العملي اي الممارسة الفعلية في حضور الجلسات وفي اسبات وجودك بحضورك امام المحكمة حضور ايجابي وليس مجرد متلقي لتعليمات او قرارات المحكمة دون دور ايجابي في هذه الطلبات وذلك يكون على النحو التالي كما ذكرنا في حلقتنا السابقة رجعوها بشأن او بصدد بناء شخصية المحامي وملكته القانونية وازالة التوتر عند حضور الجلسة نقول انه تكون لديك الثقة اثناء الحضور وذلك بقراءة جيدة لبلف قضياتك سواء كانت مدنية ام جنائية يكون حضورك ايجابي بان يكون لك طلبات جيدة او دفوع ودفاع في موضوع قضياتك واسباته امام المحكمة بحيث يكون من شأن استجابة المحكمة لدفاعك ودفوعك ان يؤكد على وجه الرأي الذي تتبنى في الدعوة وينقل ذلك للمحكمة في قناعتك بموقف موكلك الذي لن يتأتى الا من دراسة جيدة لقضياتك في اقراءة كل ما يدور من لفاه ومستنداتها حتى اذا وجهتك المحكمة باي سؤال او منقشة في دفاعك الذي تبديه امامها تكون لديك فكر جاهز للرد بموضوعية وصقة على المحكمة ولابد ان تكون قراءتك لقضياتك دراسة متأنية باستيعاب لكل كبيرة وصغيرة فيها لا مجرد قراءة مرور الكرام عليها ويفضل بعد كراءتك لقضياتك ان تعد ورقة مكتوبة تدوم فيها عناصر دفاعك امام المحكمة مرتبة حسب موضوع الدعوة ورؤيتك للدفاع فيها وفق ما دائما نؤكد عليه في كل حلقتنا ان يكون دفاعك بترتيب دفوعك الشكلية اولا حتى لو تصادر على نفسك في دفوعك اذا ابديت دفوعك الموضوعية اولا لا يحق لك الرجوع الى الدفوع الشكلية التي يحق لك التمسك بها مرة اخرى فان تحريرك لدفاعك في ورقة مكتوبة يجعل حديثك في قضياتك مع المحكمة بترتيب يمنحك ثقة في نفسك من ثقتك في تحضير قضياتك وبالتالي تنتقل هذه الثقة الى المحكمة وتكون لديها قناعة بدفاعك وذلك لقوته وترتيبه وبايجابيته كما ذكرت سلفا في بداية الحلقة وليس الحضور مجرد مستمع لخصمك او لقرار المحكمة وكأنك غير موجود بالمرة وهي اسوأ صورة يكون عليها المحامي امام موكله وهي السلبية في الحضور امام الخصم في المحكمة اعزائي ابنائي من شباب المحامين لا بد من وضع هذه الحلقة في عين الاعتبار لاهمية ذلك في ملكتهم القانونية واصر في شخصيتكم امام موكليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة